سمعت كارتيرون وبيتكلم على سيف الدين الجزيري وبيقول ان هو يعني لسه ما يعرفش هيكمل ولا مش هيكمل كان فيه كلام عليه بشكل صعب شوية كلعيب معاك أساسي بتعتمد عليه في المباريات انت حداك بتتكلم على سبعته ايه كارتيرون تصريحات كارتيرون على سيف الدين الجزيري ده النهاردة الكلام ده لا قبل كده يعني في الحالة بتاعه امبارك انا بالفعل ما تبعتش حلقة امبارك ما مدير فني بيتكلم على لعب عنده ان هم ما يعرفش هيكمل ولا مش هيكمل هيبقى موجود مش موجود وانت محتاجه في الفترة اللي جاية انا ما تبعتش فعلا انا اصد مهي بالحلقة عشان اكون سلامة حضرتك انا فاق جوة لكن اما سألتلي في موضوع بيرين فعلا احدى اصدقاء الصحفيين ارسللي على الوطس فعلا التصريح ده في القناة وقرأته بس لكن انا دي كان بعض الاستفساراتي ممكن انت يعني ممكن ما تكونش طبعتها مع كارترون طيب فيه اتهم موجه ليك صغير قبل ما نخش في انت قلت هتكلم بصراحة فاسمحنا الان معاك ودحت عمر الناس رابطت خلافك مع عبدالله جمعة ان ده سبب ان كارترون عمل عليه غرامة مبارح فيه رابط كده صغير تمام انا هدي حضرتك حاجة معلومة هتقلع الساعة ولا ايه ولا هتقلع لا 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 انا مش هتخاني يعني اخير لا طبعا طبعا لا يا حبيبي انا 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 جاي لك بفعلا زي ما قلت لك احساس طالما اللي حضرتك يا طبيب والبرنامج والقناة ام بي سي عشان الموضوع نوضح كل شيء بصراحة انا هقول لك يعني معلوماتي الاول مرة هقول لك فضل هي الاجابة مش مباشرة بس هترد عليك الموضوع ده تمام ودي انا زي ما قلت لك انا معاهد الله ان كل كلمة حرف فاقوله هو حصل انا مثل كارترون لم اتحدث معه في يوم الايام ما يعرفش اساس كحازم مني ان في مشكلة بينه عبدالله جمعة حتى حضر الى مصر وقاعد فترة في احد المرات كان فيه موضوع امام واحد الصحفيين امام عشور لما حصل قبل القف الكبير القف اللي هو ساعد في احد المباريات وتقريبا نزلوا يتمرن ورجع تاني فاحد كالعادة احد المواقع او الصفحات قالت ان ده حازم كان عايز يوقع مع امام لما وقع شرح مستك كارترون مقافه رغم ان السابق كان واضح وصريح ومؤلن ساعدها من الادارة تمام اوضل لحدك فكنت بقى بيغتق بالصوت في اجتماع بينه وبينه فتطرق للحتة دي فضحك قال لي قال لي انا اقولك يعني في كده الراجل معي قال لي انا اقولك الحاجة حازم انا عارف ان بينك وبينك وبين عبدالله جمعة مشكلة وانا احتنم فيك ان عمرك ما كلمتيني في المشكلة دي و ايه المشكلة اللي بينك وبين عبدالله المشكلة اللي هي كانت ساعتها كان فيه تنسيق مع اللاعب وانه نشوف العروض وبعدين اللاعب كان ليه وكيل اخر رغم انه كان ليه مليش وكيل وحصلت ضجة ساعة منازل بوست كده انا وكيلي فلان وكده وطبعا هي عبدالله رعب كويس جدا ولعب محترم ولعب قيمة وخامة وممكن يكون قلت خبرته او تفكيره خانه انه يتخذ القرارة الصحة كان ممكن ينهي موضوع بشكل ودي افضل من ذلك ويتكلم معي وننهي بشكل ودي افضل من كان منازل بوست فاحنا مش اكمل حضرتك يعني فالراجل قال لي انا احترمت فيك انك موتليش الموضوع ده انا اكلمك ان نسا الكارترون بقاله حوالي شهرة او تات اسبيع في مصر ايه قال لي الحاجة التانية انا جيت هنا وانا ليا برضو لاعب في النشئين ولد من اللاعبين الممتازين لاعب اسم محمد حسين بيسو بيلعب بخط الوسر ملكة الرقم 6 من المجموعة اللي كان منطلعها نسا الكارترون في البداية جي نسا الكارترون شاف ان المجموعة دي محتاجة لتنزل شوية تحت فرقهم تلعب مباريات لان اللحظة انهم محتاجين يلعب مباريات مع فرقهم مع شاس ياخدوا حاسيتهم مباريات وكده فالمجموعة نزلت بما فيهم اللعب قال لي ما كلمتينيش يا حازم قلتوا انا احترمت فيك انا تجاوز الحتة دي فرجاني ساسي وبديله في نادي الزمالك من وجهة نظر وجهة نظري ايه انا ممكن اقولك وجهة نظري كان راجل متابع زيك يا مصر مهيب يعني تمام انا فرجاني ساسي يعني لعب كبير طبعا ولعب اضافة لأي فريق لكن انا قلتها قبل كده اذا لم تتوفق الادارة في التعاقد معاه وده انا بكلمك كحازم فتوح راجل متابع للقرى والاحداث اللي بتحصل يعني البدلاء يعني انت عارف قبل ما يجي فرجاني الزمالك كان ماشي وبيعاخد بطولات ولعيبة اكبر من فرجاني في الزمالك ورمود اعتزل وزمالك استمر في اخد البطولات تمام اما ان انا حددلك اسمي بقينه فدي انا يعني كارترون عايز استمر معنا الزمالك فترة كبيرة طبعا كارترون كله طموح ورغبة يعني عنده هدفين هدف حاليا اللي هو القريب ونفسه والحصول على الدوري اشتركوا في القناة